بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع قرع طبول الحرب في أوكرانيا بريطانيا تقول نحن على شفى كارثة في أوكرانيا وأسواق المال تتهاوى خوفا من اجتياح وشيك لمعرفة التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الاثنين من أن الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية خطير جدا جدا وقال جونسون في مؤتمر صحفي في أسكتلندا التي يجري زيارة إليها إن الدليل على غزو روسي وشيك لأوكرانيا واضح جدا وأضاف أن هناك حوالي 130 ألف جندي محتشدين على الحدود الأوكرانية هناك كل أنواع المؤشرات الأخرى التي تظهر وجود استعدادات جادة للغزو وتابع علينا أن ندرك أن هذا وضع خطير وصعب للغاية ومضى جونس يقول نحن على شفى كارثة ولكن لا يزال هناك متسع من الوقت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتراجع وما نحثه هو أن يشارك الجميع في حوار من أجل إجراء محادثات وعلى الروس تجنب خطأ فادح لروسيا وأشار إلى أن بوادر الغزو موجودة وكما سمعتم من الرئيس الأميركي جو بايدن أنهم على الأقل يخططون لشيء يمكن أن يحدث قريبا خلال الثمانية وأربعين ساعة القادمة وأكد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة القيام بكل شيء حتى يفهم الرئيس الروسي العواقب الاقتصادية والعواقب السياسية لاجتياح أوكرانيا مستدركا القول أعتقد أن ما يجب أن يحدث هو أن العالم بحاجة إلى تعلم درس 2014 وأضاف أنه يتعين على أوروبا تقليل اعتمادة في مجال الطاقة على الموارد الروسية وإيجاد مصادر بديلة للطاقة وقال نحن بحاجة للاستعداد لفرض بعض العقوبات الاقتصادية الشديدة جدا على روسيا من جهة أخرى وبعد التصعيد الذي شهدته نهاية الأسبوع الماضي بين روسيا والدول الغربية اعتبر وزير الخارجية الروسي أمس الاثنين أنه من الممكن حصول تسوية دبلوماسية وقال سرغي ليفاروف ردا على سؤال من الرئيس فلاديمير بوتين بحسب مشاهد بثت على التلفزيون بصفتي وزير خارجية يجب أن أقول أن هناك دائما فرصة لحل المشكلات التي تحتاج إلى حل وتابع ليفاروف أن فرص الحوار لم تستنفد مقترحا حتى تمديد وتوسيع الحوار وهي تصريحات أقل حدة من تلك التي صدرت عن موسكو في الأسبوع الماضية ورد بوتين باقتضاب حسنا في هذا السياق أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شيوغو عن انتهاء بعض المناورات العسكرية فيما أثارت التدريبات البرية والبحرية على الحدود الروسية الأوكرانية وفي بيلاروس مخاوف من تصعيد عسكري وقال لبوتين لقد جرت تدريبات قسم منها انتهى وقسم على وشك الانتهاء هناك أخرى جارية نظرا لحجمها ورغم ذلك قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أمس أن روسيا عززت انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي وأوضح كيربي لمحطة CNN التلفزيونية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتمتع بقدرات واسعة ويستمر في إرسال قوات إضافية على طول هذه الحدود مع أوكرانيا حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي ولديه أكثر من 100 ألف جندي ومضى يقول هي ليست فقط مسألة أعداد الأمر أيضا يتعلق بالقدرات قدرات على صعيد الأسلحة من المصفحات إلى وحدات المشاه مرورا بالقوات الخاصة والهجمات الإلكترونية والدفاعات الجوية والصاروخية وعلى صعيد متصل تهاوت الأسواق المالية العالمية الإثنين بشدة على وقع المخاوف من اجتياح روسي وشيك لأوكرانيا وسجلت خسائر في معظم البرصات الأوروبية في ذات السياق قال البيت الأبيض أمس الإثنين إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت وربما هذا الأسبوع مكررا في الوقت نفسه التأكيد على أن الطريق إلى الدبلوماسية لا يزال مفتوحا لحل الأزمة وقالت كارين جانبيير نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض للصحفيين إن الولايات المتحدة الأمريكية واضحة بشأن الوضع على الأرض حيث يحتشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على حدود أوكرانيا ومن ناحية أخرى قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استعرض أمس الإثنين الجهود الدبلوماسية بخصوص أوكرانيا وأكد دعمهما لسيادتها وسط الحشد العسكري الروسي وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن وجونسون ناقش أيضا خلال اتصال هاتفي الجهود المبذولة لتعزيز الموقف الدفاعي على الخاصرة الشرقية لحلف النيتو واستعداد أعضائه وشركائه لفرض عواقب وخيمة على روسيا إذا اختارت المزيد من التصعيد العسكري إلى ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي إن كل شيء جاهز لقيام القوات الروسية بغزو سريع لأوكرانيا مضيفا أن أوروبا مستعدة لفرض عقوبات ضخمة إذا حدث ذلك وأضاف لدريان لقناة فرنس 5 إذا كان السؤال هو هل هناك عناصر قائمة لشن القوات الروسية هجوما ضخما في أوكرانيا فعندئذ نعم هذا صحيح إنه ممكن وبسرعة وأضاف أن باريس وحلفائها يتشاركون هذا التقييم رغم أنه لم يقل شيئا يشير إلى أن الرئيس الروسي بوتين اتخذ هذا القرار بالفعل وقال مصدرا دبلوماسيان أوروبيان إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت حلفائها يوم الجمعة الماضي بأن أحد السيناريوهات هو أن موسكو قد تشن هجوما يوم الأربعاء وعندما سئل عما إذا كانت العقوبات جاهزة في حالة وقوع هجوم روسي قال لدريان إن هذه هي الحقيقة وستكون ضخمة حتى لو كان لها تأثير عكسي على أوروبا وقال الوزير إن المهم مواصلة الحوار لتجنب وقوع صراع كارثي من شأنه أن يلحق الضرر بجميع الأطراف كندا توافق على إرسال أسلحة فتاكة كذلك لأوكرانيا وفي سياق متصل أعلن رئيس الوزراء الكندي أن كندا وفقت على إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا ومنح كيف قروضا بقيمة 500 مليون دولار كندي لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي عدوان روسي وقال رئيس الوزراء الكندي خلال مؤتمر صحفي في ضوء خطورة الوضع وبعد التحاور مع شركائنا في أوكرانيا وفقت على إمدادهم بمعدات وذخائر فتاكة بقيمة 7.8 ملايين دولار كندي وأضاف هذا الأمر يستجيب لطلب محدد من قبل أوكرانيا ويعد استتباعا للمعدات غير الفتاكة التي قدمناها سابقا لافتا إلى أن القصد من هذا الدعم وأكد ترودو أن أوتاوى ستسمح لأوكرانيا بقروض إضافية تصل إلى 620 مليون دولار كندي ومنذ أيام تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت فيما دعت دول عدة مواطنيها إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية في أسرع وقت إذن الأمور فوق صفيح ساخن ويمكن لعوذ ثقاب كما قلنا ونكرر أن يشعل حربا عالمية ثالثة أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته